طيب طبعاً كمان الوطائق دي بتكشف عن ايه؟ ان الاخوان كان هدفهم دولة اسلامية على النظام التركي انا رأيي انها كانت عن نظام الايراني ما علينا لكن هم شايفين او هذا ما كانوا يصدرون او للامريكان انه هو ان احنا عايزين دولة اسلامية عن نظام التركي ما له النظام التركي ما انتو اصدقاء مع بعض عشان كده اردوجان عشان كده اردوجان عنده صدمة لان ده كان امتداد لخلافته لفكرة الدولة الاسلامية ودول كانوا عادي جداً متطين تحت فكرة الدولة العثمانية والدولة الاسلامية الهدف كان دولة اسلامية على النظام التركي كما يقولون رغم ان انا رأيي انها كانت على النظام الايراني سريعاً كده تعالوا نبص على بعض هذه الوثائق اللي بتقول هذه الملاحظات او بتأكد هذه الملاحظات هنلاقي مثلاً فيه واثقة في 16 سبتمبر 2011 حد من مساعدي هيلري بيبعث لها بتقول انه مصدر قريب من جماعة الاخوان بيقول ان المرشد محمد بديع وحشيتي يقومون او جماعة يقومون بسرية تامة بوضع خطط لادارة الامور الامنية بعد اعتماد دستور جديد احنا كنا بقى بنعمل دستور جديد 2012 وانتخاب حكومة مدنية هو فيه ايميل تاني بيقولك عايز يفكك الشرطة ويعملها من اول وجديد طبقاً بقى ليه آلياته وثيقة بتقول ايه وفقاً لهذا المصدر فان بديع مؤمن بان مصر ستكون دولة اسلامية على النظام التركي وستكون الالاقات بين الحكومة والجيش مبنية على المبادئ الاسلامية انا صراحة مش فهمة ايه المبادئ الاسلامية في الالاقة بين الدولة والجيش سواني بس لو افهم يعني انت بتقول لي انك نظام اتاتورك ولا بتقول لي انك نظام الملالي ما انا مش فهمة ان نموذج الاسلامي في العلاقة بين الدولة والجيش وكأنهم يعني الدولة حاجة والجيش حاجة والعلاقة بينهم بقى ايه تقوم على قصة كده غريبة وتضيف الوثيقة كان مستشار محمد بديعوة محمد مرسي واثقين من قدرة الجماعة على تهيئة بيئة من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات الغربية بشرط ان يحترم الغرب ويتكافم عقيقة ان مصر لن تعود الى ايام الرئيس السابق حسن مبارك وانها اصبحت دولة اسلامية وانه في رأي هؤلاء الاشخاص سيصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي كان عندهم خلافات الى مستوى الفهم الذي يسمح لهم بتأسيس نظام اسلامي ماشي نيجي وثيقة تانية 14 سبتمبر 12 خلاص برضو احد مساعدي هيلاري كلينتون ديمقراطي بيقول ايه مرسي اعرب لمسؤولين اوروبيين ده في براسلز لما راح عن بالقلقه من الشعور المتزايد المناهد الولايات المتحدة بيقولهم ان الان امريكا فيه شعور متزايد وكفاكرين انتو لما حصل حصار السفارة الامريكية وهم زعقونه وقالولوا انت ازاي يعني سمحت بهذا الحصار خاصة وهو بقى رمى ده على مين لا دول مش اتباعه دول السلفيين والصوفيين وصرح مرسي بان نجاح او فشل نظامه مرتبط بشكل مباشر بقدراتي على اقامة دولة اسلامية معتدلة يمكن ان تعمل بالتوازي وتتوافق مع المصالح الغربية هو ده اللي كانوا بيصدروا هما كانوا بيصدروا ايه ان الاخوان هو النظام الاسلامي المعتدل اللي هيهدلكو الدنيا مش انتو بن لادن بقى وخايفين من الارهابيين وخايفين من كزا لا لا انا النظام الاسلامي معتدل انا زي الاتراك بالزبط وصيقة الثالثة 24 يناير 2012 برضو من احد مساعديها الى هيلاري وكله معلومات عن مصر وعلى فكرة في الايميلات لما كان اي حد يبعت لها حاجة تانية تقوله no no go back to Egypt ارجع اكتب لي عن مصر مصر كانت درة التاج زي ما بنقول هي دي الدرة اللي كنا عايزينها توقع الرسالة بتقول ايه من اولى قرارات محمد بدي المرشد اختيار سعد اولا هو اللي بيختار بقى اختيار سعد الكتاتني رئيسا للبرلمان طيب ماشي معارفين انه الحزب الاكبر هو اللي بيبقى من عنده غالبا رئيس البرلمان لكن لا هو مش بقى الهيئات البرلمانية بقى تختار لا ده الباشا بديع هو اللي بيختار بعد التشاور مع رئيس حزب الحرية والعدالة محمد بن مرسي تشاور معاي بس وكان بديع يارى ان الخلافات الشخصية الماريرة بين محمد مرسي ورئيس حزب النور اماد عبدالغفور لو فكرينه قد تعقد التحالف الذي ادرته الجماعة فالكتاتني على علاقة افضل بعمد الغفور هيسمح له ان هو يبقى فيه بينهم علاقة افضل ولا سيامة فيما اتعلق بصياغ الدستور الجديد وتشكيل اول حكومة مدنية في البلد تشجمع ان طب هو الحكومات اللي قبل كده كانت ايه طيب قال بقى كمان في النص ان زعيم حزب الوفد الجديد السيد البدوي كان على اتصال مع كل من مرسي والكتاتني في محاولة لجني بعض الفوائد يعني هو بيقولك وانا احكي لكم بقى القصة دي كمان على فكرة العلاقة بينهم ازاي قدروا ياخدوا 75% هما كانوا داخلين ب45% تحالفوا مع النور وعملوا توافق مع الوفد وعملوا توافق بين النور والوفد خلينا بقى ايه يعني نواجه بعض كده بالصراحة ما نقولش بقى ما نستخباش وراء حاجات كان حزب النور ومفهوم ان حزب النور يتوافق معهم وبعدين هما بتكلموا على توافق بين السيد البدوي وبين رئيس حزب الوفد وبينهم كل واحد عايز مصلحته شكرا